في جداية كده عايزة اخد شعورك واحساسك وانت متواجد في بطولة كبيرة زي دي كمدرب للنادي الاهلي طبعا فخر بيك جدا ان انت تنتمي للنادي الاهلي كمشجع حتى يعني انما تبقى زي ما انت قلت جزء من نجاح الفرق الحمدلله واللي انت توصل للبطولة كبيرة زي دي بطولة دولية كل العالم بالتباحة وانت مش بيتمثل بس مصر بس انت بتمثل قارة كاملة قارة افريقيا كلها يعني مسؤولية كبيرة جدا علينا طبعا وزي ما انت قلت فرحة كبيرة لنا ومشعور طبعا بفخر اللي انت بتنتمي للكان الكبير دوات وكان انت حضرك شفت الاستقبال الموجودة دي. اه وما انت تتكلم كنت متوقع عن العداد الغفيرة دي في المطار وفي الطريق كمان لحد ما وصلت الفندق وامام الفندق كمان كان في عدد كبير جدا من جماهير كنت متوقع ده؟ يعني كنت متوقع بس كامل كبير دوات يعني كان حتى الراجل اللي استغرب جدا وكان مبهور جدا وكان انا اتكلمنا وكان اتكلمنا ان ده جزء صغير من جمهور نادي الاهل يعني لان هو برضو لسه ما شافش جمهور نادي الاهل حقيقي لان ما انت عارف كل المبارات اللي احنا منعبها بدون جمهور والكلام دوات يعني كان هو كان شاف قبل كده ايام بس طبعا لما تبقى انت منتمل فرقة وتشوف جمهورها اعتقد بديبقى مختلفة يعني فكان مبسوط جدا وسعيد جدا استقبال غير طبيعي وشعور كبير جدا يعني اللي انت بفرحة كبيرة وفخر كبير جدا اللي انت بتمثل النادي الكبير دوات اللي ليه جمهور في كل انحاء العالم؟ تعتقد اللي هي دافع قوة دينا دافع زي ما انا قلت لك اللي هو اعداد نفسي كويس جدا يمكن لما الراجل بيعمل اعداد نفسي المباراة بيشتغل اللي انت بتشعر مع العبه ازاي اهمية المباراة وامية اللي انت بتحمل اسم افريقيا مش مصر بس وامية اللي انت اكتر تاني اكتر نادي في العالم مشارك في البطولة دي مهم جدا اللي انت تبقى قدي المسئولية دي تفكروا في مواجهة الدحيل ازاي وهل استراتيجية النادي الاهلي مقابل بطولة كاس العالم جوانب فنية تحديدا ممكن تتغير في بطولة كاس العالم ممكن نلاقي شكل مختلف للنادي الاهلي من ناحية التكتكية والخطاطية ولا هتحافظوا على شكل النادي الاهلي على مدار الفترة الي فيدي موس خلينا نتفق برضو اللي انت بتلعب في اعلى ليفل موجود في العالم انت بتلعب ابطال القارات في كل الموجود سواء اوروبا سواء اسيا سواء امريكا الجنوبية مدارس مختلفة طرق اللاعب مختلفة ممكنات لعيبة عالية جدا كنت شفت انت تعملات اللي عملها فريد داحيل قد ايه ولعيبة برازيليين ما شاء الله يعني كنت جايبين دودو دوت لعيب معار بس من برازيل بسبع مليون يورو مبلغ كبير جدا مبلغ كبير جدا اعارة بس سبع مليون يورو اعارة بس مبلغ كبير جدا لان الناس دي عاوزوا تعمل تاريخ وده حق مشروع لكل الفرعية طبعا فانت عشان استعداد طبعا مختلف جدا استعداد الدوري انت بطل الناس بتعمل لكن انت بطل مصر يتلعب في المستوى اعلى لازم يكون استعداد اكتر تركيز احترام الخسمة اكتر ازاي تقدر تلعب بطرق اللاعب مختلفة فاعتقد ان شاء الله الراجل مستوعب كده لاني برضو الراجل عنده من الخبرات وراجل اللاعب برضو في البطولة مع سانداونز طبعا اممكن ما كانش فيه ناجحة كبيرة قوي يعني لكن برضو هو يعني عارف اهمية المراد دي ازاي تقدر تلعبها ازاي ازاي تقدر تعمل تنظيم ازاي تعمل تاكتر واخد خلاص على اجواء البطولة يعني اعتبر بعد ما شارك مع سانداونز من اربع سين فقبل مستاشر تقريبا فاكيد دي حاجة هتكون اضافة بالنسبة للفريق بالزبط زي ما كان برضو اختياره في افريقيا نفس القصة يعني انت بتبقى محتاج مدرب يكون عاش الاجواء دي قبل كده يعني فاعتقد ان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفقه في الاختيار الشكل التنظيم اللي احنا اشتغل نلعب به واختار لعيبة المناسبة المبارا ان شاء الله انا عايز اترامل من شكل كبير على الحالة الفنية والبدنية اللي عابد نادي الاهلي وبالتحديد محمد هاني وحسين الشحات ومدى امكانية لحقهم بمباراة يوم الخميس بازن الله ممكن في البداية الحمد لله العيبة وصلة الحمد لله الحالة الفنية وبدنية كويسة الحمد لله وزهنية وقرر كتير جدا على زهنية لان من الحاجات المهمة جدا فعلا اللي انت تخش المطش وانت مركز لك هدف معين ممكن معظم الناس بتتكلم على مطش باير ميونيخ يعني وانا عمرك ما حتقدر توصل للمباراة دي تقال لما تكسب المباراة دي دي مهمة جدا كابتن سامي هتسمح لقطعك في الحكة دي لان فعلا في بعض من جمهير النادي الاهلي وده حلم ومشروع بالنسبة لهم نفسهم انهم هنصل لنصف ادهائي كاس العالم اين كان هيقابله من طبعا لما هتقابل كمان باير ميونيك هتبقى حاجة كبيرة قوي لكن انتو اكيد مركزين في مباراة دي حيل بس ما بتفكروش في باير نخالف صح؟ طبعا طبعا وبكرر برضو تاني دي النقطة اللي الكابتن نكلم عليها كتير جدا مصطر موسماني اكد عليها برضو اللعيبة بينهم ومن بعض نفس القصة احنا بنحاول برضو ان احنا نتكلم انا او كابتن سيدة لان انت عارف احنا العنصرين المصريين الموجودين اللي احنا نوصل برضو للعيبة دي لكن اللعيبة اعتقد الحمدلله عندنا من الثقافة والوعي اللي هي فهمة ومقدرة دي ايه يعني اهمية المباراة دي لكن اعاوز اوصل لك برضو النقطة مهمة جدا يعني ان انت بتلعب بطولة عالمية بطولة كبيرة مدارس مختلفة انت ممكن شوفت دلوقتي حتى الاستعداد للبطولة ازاي استقبال ازاي مواعي التدريب الفندوق الاقامة الحظر اللي موجودة عليك التمرين نفس القصة والازاي حاسس ان انت مختلف في كل حاجة كل بيرفك في كل وقت في كل وقت موجودة يجب ان يكون معمول حسابهم فانت بتتكلم في اعلى ليفل هتشتغل مع مدارس مختلفة طرق لعبة مختلفة بتتكلم ان شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة يعني ان شاء الله نوصل نلعب برميون اخبار المستوى ومدارسة مختلفة وتشوف الفرقة بتلعب ازاي وتفكر ازاي لان طبعا كل دي خبرات انت بتاخدها ممكن برضو عاوز اقول برضو نقطة مهمة جدا يعني احنا عندنا لعبة اول مرة تلعب البطولة دي الاستثناء طبعا وليد وليد وكرامي كان برضو لايب وحسين الشحات وحسين طبعا لايب بس في العين يعني لكن برضو ما تنساش ان ده دي حاجة اه يعني حاجة اجابية ودوافع كبيرة ان شاء الله اللي احنا نجي اكتر واكتر يمكن تفتكر الجيل الزهبي بتاع ابو تريكا برضو اول مرة كان الموضوع صعب شوية لكن مع الخبرات الحمد لله بقت احسن واحسن لكن يعني مولش مبرر لكن انا بقول ان لازم دايما يعني نفكر باجابية نفكر اللي احنا الحمد لله ده بطولة اكريمية كبيرة جدا بطولة اللي انت تاخد منها اجابيات كبيرة جدا ممكن احنا شفناها ممكن انت شفت المستوى الاستقبال عامل ازاي ممكن حتى التحضير ازاي اول يوم لما جينا والميتنج اللي حصل اه اه الاتحاد الدولي ازاي اه الراجل يكلم التحكيم والتعادلات الجديدة والتعادلات الجديدة والشكل التنظيمي والهدف من البطولة فانت فانت قدام حدث مختلف جدا وحدث يعني الواحد مبهور والواحد فخور جدا اللي هو موجود في الحدث دوت يعني اللي عيبها نفس القصة لكن كل مرة بقرر ان احنا حنعمل علينا اقصى حاجة لنا ان شاء الله عشان نسعى الجمهور النادي الاهلي اللي اعتقد ده هو استاهل كل اه جهت ولنقطة عرض ان شاء الله حسين الشاحبة ومحمد هني موقفه من حسين يعنى الحمدلله حسين وهني الحمدلله اه ممكن يكونوا موجودين معنا حسينSPپس ممكن نهاردة يكون موجود معنا ان شاء الله الدكتور حيأكد الحمدلله ده برضو أي إيجابية واللي ها يكونم معكودين طبعا اضافتين كبر جدا يعني هما ركاز أساسية في الفريع مدارة مобрات الأهل اللي فاتت هما أساسيين طبعا مهمين جدا من نسباننا ومهمين جدا من النادي ان شاء الله يوصلوا الحلقة بقى فنية ودنية كويسا لحد يوم المبارا بإذن الله بإذن الله طيب المنافسة زي ما كلمنا في البطولة غاية في الصعوبة وتركيز أكيد على مباراة الدحيل الأولام هل تم الحديث مع اللاعبين على بعض التعليمات الفنية بخصوص هذه المباراة ولا لسه مع تولي التدريبات وتحديد المران الأخير قبل المباراة اللي هو المران الرئيسي سيبقى فيه التعليمات النهائية والأساسية اللي هتكون لكل لعب بخصوص الجانب الخلطاتي وجانب التكتيكي في المباراة يمكن احنا استعدادنا المجرام من أول يوم من أول يوم طبعا بعد مطش برامز بدأنا نستعد احنا كجهاز ان احنا زي نتفرج ونشوف نقاط القوة والضعف الفرقة بعد كده نفس القصة يمكن حتى حضراتك كنت موجودة والبعثة العلمية كلها موجودة شافت اللعبة قد دي كل اللعبة في الآيباد بتاعه بيتفرج على المباراة وبشوفه للرجل ده كان بتنصيك مع جهاز الفني ولا ده كان من اللعبين لا 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 جهاز الفني والراجل اللي نتكلم احنا على طول دايما كده يعني من الفرقة اللي احنا باللعبها بنتفرج عليها واللعبها بتاخد هايلايتس للمباراة اللي هي لانه برضو مش هقدر يتفرج على كل المباريات مسلا برضو شوف اللعقة الخصم اللي هيلعب عليه طريقة لعبه ازاي وبيساعدوا طبعا موسي ونوشا وكل الموجودين يعني وحنا برضو لما بيبقى في حاجة فنية بنقدر لساعدهم فيها على الأداء وبعد كده بدأنا احنا طبعا بقى بالمحاضرات ممكن احنا كل يوم عندنا محاضرة سبعة ونص قبل معادة التدريب نشوف الحاجات الإيجابية اللي احنا عملناها في المباراة اللي قبل كده او متفرج على فرقة الدحيل او في نفس الوقت برضو التمارين اللي احنا بنتمرانها برضو كلها متصور كل يوم نشوف برضو الحاجات الإيجابية والسلبية واعتقد الحمد لله احنا واغدين من الأسباب كلها ومتوكلنا على ربنا وان شاء الله اعتقد ربنا ان شاء الله ينصرنا بإذن